موسيقى السلام عليكم أخوان وإليكم طالب محمد علي السامر من كليل السيدة السريرة مائحة رابعة من جامعة جاغر بن حيان اليوم إن شاء الله سنشرح ما تبقى من الموضوع الاسبايراثرا سيستم اللي هو بارت 2 اللي راح يضمن اليرجيك رنايتس والكوف أخذنا بالبارت الأول اللي سي او بي دي والأسماء اللي رابو فاليوم إن شاء الله راح نكمل البارت الثاني ونش راح اللي بي موجود طبعا نريد أن نوفت شغلة معينة يقولنا الليرجيك رنايتس شنو يعني الليرجيك رنايتس نحن راح نفصلها أول شي عدنا فتش اسمه الليرجيك يعني شنو الليرجي اللي هي الحساسية رنايتس نقسمها قسميا نحن نعرف مصطلح آيتس اللي يجي بالأخير هذا معناه التهاب انفلميشن جيد الرن الكلمة يونانية معناها نوز فهنا شنو نطرق يعني قاعد يقولنا التهاب بالأنف وحساسية يعني حساسية عندنا والتهاب بالأنف نفس الوقت حساسية فهذا اللي اريدت اوصله لكم فهنا قاعد يعرف لي قاعد يقول لي انه الرنايتس هو عبارة عن انفلميشن ما الميوكاس ممبرين ما الاخشيين المخاطين موجودة بالأنف زيان وهي شنو اللي يعني السيبتومس ماليتها يعني هسا من يجين واحد للصيدلية شنو عرف هذا عند الرنايتس اللي اعراض الاتية الموجودة عنده عنده عطاس هسا اخو شفتو هذا اول واحد من بين ذوي كلاثة عنده عطاس عنده حكة بالعين او بالأنف زيان عنده سيالان بالأنف يكون واتري يعني ما يكون لزج المخاطين تعرفوا لزج من يكون واتري لزوجة ما ترح تقل فراح يكون واتري زيان عنده نيزل كوندوشن عنده احتقان بالأنف وبعض الاحيان قاعد يقول لي عنده قاعد حجافة زيان عنده قاعد حجافة وهم احنا نشوف همينه ممكن راح نشوف ايضا الشمع مالته صاير بيها زيادة وممكن هميني دمع راح نشوفها زيادة بالدموع راح نشوفها بالفيديو احنا يقولنا الاتاك طبعا هاي allergic rhinitis هي موسمية فهو شن هو شن الالرجين ممكن اكفر شن تكون موسمية من عد الالرجين شنو عدك الشخص والرمل بولنز الفولنز كانت هاي الحبوب اللقاح من الاشجار تطلع بالخريف الانيميل دندر الووبر من الحيوانات يقولنا جميع الماضيات موسمية متعلقة بتقوض من الجسم الاجسام احنا ي KHIحي يصبح اذا ما احصل ايضا بعد من الجسم الاجسام يرتبط بها عن طريق الرسم الاجسام ارتبطنا بال-I-G-E I-G-E عن طريق هذا من ارتبط بال-I-G-E هنا راح يصير عدنا الالرجين اكسبوجر طبعا الالرجين اكسبوجر شن يعني يعني انت متعرف لقبل فبعدين صارت عدك حساسية يعني ليس من اول مرة وانما من ثالث مرة وانما من ثالث مرة هذا من الالرجي من انواع الالرجي اللي سموها الفيلاكتك شوك لا تذكرون انواع الالرجي عندنا اربع انواع اللي جاي من كلمة أسد عندنا اللي احنا اكثر شي مشهور عندنا وموجود باغلب الامراض اللي هو ال-A اللي هو يعتبر اناف اللاكتك شوك اللي هو ملؤية ال-I-G-E واللي مسؤول عن اطلاق الهستامين زيان فهنان الماسيالي قلنا ريليز ميدييتور مثل عندك الهستامين ليكوتراينز كيمو تاكتك فاكتور لا تبروموت برونكيلا سفازم المهم بيهم اللي هو النظري الانتيهستامن وانترانيز الكورتيكوسيرويد احبوا ثرابي في الهستامين هنا احنا ان نبدأ احنا نعالج باسم يوى السوم هو الماسيال يزال التلاق اي استامين فانتهستامين فالانتيهستامين وانترانيز الكورتيكوسيرويد يجب اننا بالأسر والليم من راح تطب للنوز فمن راح تطب الاليرجي سواء هي كانت بولن يعني من قلنا جايتنا بولن أو داست غبار أي شيء فاناك راح يقل الماسسل هاي اللابس من هار شمسيه زيان فراح ترتبط بال IGE Antibodies طبعا بالحالات الاعتيادية الماسسل يعني طبيعي الوضع ماكو اي مشكله هاي بس بالالي عندهم الاليرجيك رينايتس هنا راح يصر تتهيج يعني شو نقول حساسة كلش Hyper Responsiveness فهنا راح تطلق الهيستامين ما ان طلقت الهيستامين هنا ف النيزل ميوكوس كلها راح يصر بها ميوكوس يعني ميوكوس سيكريش النيزل اضرب راح يصر عنده هنا همين راح يصوين راح يحسد لي فتحتين كلش مهمات اول فتحة اسمها النيزولاكرامال دقت زيان قناة النيزولاكرامال فهنا تنزل بها الدموع هاي الانف عما يصر بها دراينيج فبما انه ميوكوس سدها فهنا راح تمتلي الى احد ما يصر بعد حكة بالعيون وعدنا الثاني اسمها استيشان تيوب هاي ما بين الاذن والاحد يعني هات الانف ما انه سدتها من فهنا راح تطلع الشمع بالاذن و ايضا هنالعصاب راح يصر بها ميوكوسا اراتيشن راح يصر بها فهنا راح يشوف واحد انه راح يصر عنده صعوبة في التنفس فهنا اذا قاعد نشوف صار عندها الاعراب الاتية كلها اول واحدة اللي هاتورن بالنيزولاك اثنيا صار عنده واتري ايز ثلاث عدة ستفت نوز اربعة نيزول دريب هاي كلها صارت عنده واخر شي خامسة اللي هو واحد سنيزن وان ديفيكولتي بريثن زي هسا ما انه شوفنا خننزل جوا نشوف هاي هنان المقارنة وشون وبعدين نرجع لي فوق هاي مقارنة راح تكون ما بين اليرجيك رينايتس والكمون كول شون فرق ببيناتهم اصلا يعني شون فرق اذا اجاني واحد للصيلية يقول لي يعني اعراب معاينة اني شون افرق اني هذا شون اعرف كومون كولد وشون راح اعرف انه عنده اليرجيك رينايتس انا كفة فروقات معاينة طبعا نعرف انه ادوة تختلفة هنا زيان فاليرجيك رينايتس اول شي اكو اعراب بالعين اوكيلار سيبتومس انا شوفنا قبل شوية اللي هو واتري اي انه قاعنشوف انه عينة حكة او راح يصير مثلا عنده عيونه اه دمع اما بالكومون كولد ما لها قبل اي اصلا يقول انه اوكيلار سيبتومس زيان اليرجيك رينايتس انا شون موضوعها بعد يقول انه اعراض راح تبقى مستمرة زيان لي حد ما تروح الالرجين اوكي اللي ممكن تطول اصابيع عدة زيان يعني راح تطول اعراضي وياها لان هي قلنا موسمية اكتر شي اليرجيك رينايتس اما كومون كولد لا وانها تبقى من اربعة الى ايام عديدة لان هي اغلب شي راح تكون فيرال فيرال انفكشن نعرف انه ممكن يصير بها يعني عن قريف المكان انه رليف تسعة وتسعين بالمية من عندها راح يصير بها رليف ووحدها زيان الالرجيك رينايتس يقول انها عراض تظهر في نفس الوقت كل سنة زيان يعني نقول لك هذا راح يجيك لصيدلية يقول لك هجو هج يقول لها صار بي قبل سنة او هو مثلا راح يقول لك كل سنة هجي تصير عندي فتعرف ان هو الالرجيك رينايتس هاي موسمية اكتر شي شو كتصير بالسبرينج او بالسمر زيان بالربيع او بالصيف زيان لانه البولن انا راح نشوفه بسيطة الالرجيك رينايتس زيان اما بالكومن كولد راح تظهر لنا باي وقت يعني بالسنة بس اكثر شي شو وقت نشوفه احنا البرد هاي نزلات البرد ايشو اكتر شي اكت بالاشهر الشتوية فاخوه هسا قعد نعرف كومن كولد شو وقت الالرجيك رينايتس زيان الالرجيك رينايتس هاي مو معدية اصلا مو معدية يعني على الواحد بس اما كومن كولد اصلا معدية هاي كونتاجيوس هذا الفرق بيناتهم بسيطة كلمتين بسيطة شو الفرق بين كومن كولد و الفلاونزا بشكل كلش بسيط الفلاونزا راح تشوف راح تقول له عدك صداع راح تقول لك اي زيان صار لهواي اي صار لهواي زيان درجة حرامة كلش عالية اذا قل لك اي اوكي اذا شوية شوية علت وبعد يوم يومين راح تظهر عفوان فهذا كومن كولد زيان راح تقول له بعد عهد همين عدك يعني اكوفة فروقات معينة راح تاخدوها بععدين ما بين كومن كولد و الفلاونزا وفلاونزا طبعا من اهم شغلاتها عنده ألم بالعظام راح تشوفون عنده ميالجيا موجود عنده زيان خلاصة من ذول راح ندخل على الادوية طبعا بس خلصة من ذول راح ندخل على الادوية طبعا بس خلصة بس خلصة شوية الفيرس تشويس للرينايتس عدنا ثنين اخوه هذو ثنين عدنا فيرس تشويس عدنا واحد اثنين واحد اللي هو الاورال انتهستامين زيان والثاني اللي هو انهيلر كورتيكو سيرويت زيان الاورال شوكت يعتبر فيرس تشويس من تكون الحالة ميالد زيان الى مودريت يعية من خفيفة الى متوسطة اما الانهيلر كورتيكو سيرويتس نستعملها من تكون الحالة مودريت الى سيفير يعى من حالة تكون متوسطة الى شديدة وصف الانهيلور الكورتيكو سيرويتس اكوادوية ايه بعد اكوادوية من الادوية ف نستعمل انهيلر أنتيهستامين طبعا عندنا الازيلاصين اسمه عند من انهيلر انتيهستامين نستعمله الى الرواي المفادني المفادني. وهو ايضا ها بيعتبر سعر غالي. زينش. عدنا بعد عدنا اللي خذناه قبل شوية. اللي هو اللي كوترين انتاغونيست. هاذا شو كت يفيدني اكثر شي ويعتبر فيس شويس. شو كت يعتبر? من عند زائدا اسما. من عند زائدا اسما. يعني عند داربو عند احسن واحد الى. اكو بعد ادوية. ايه اكو بعد ادوية. اكو موجود همينة. يمكن استعمل. اكو بعد. ايه اكو بعد. وهكذا. زين. بس يعني ذولي الاهم الجماعات. اكو همينة. ممكن راح نشوف الباقيات موجودات. المهم. فالانتي هستاميينز. قل عقلنا اورال انتي هستاميينز. طبعا هنانا عدنا احنا فير جينريشن و سكن جنريشن. احنا يفضل نقطة سكن جنريشن. ليش? شوفوا. فالمقارنة انه من بين الهول و السكند. نزيل اسف هاي السوق هستاميين اوكي. احنا عدنا كم اح dess negات؟ عدنا اع دنا او او اه او 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 congressional هدنا ارو المزوعة. ضيي ارب او صغير. الليه هو احنا نستعمها بالاليرجي و هاي السوالف اللي موجود به مص Kartو. هتو موجود بالسطومك. هالoka هادا مسئول يا اذا اتفعله فرح فرح شفرنا اكثرة حج muchos H3 هذا مرض اسمه مانيارس ديسيز هذا راح تاخذه بالاوتاكويز وعدنا بعض H4 ماهما ماهما علاقه بيه بس القصب من عدنا عدنا هسا احنا قاعدنا نحكي عال H1 H1 عنده عوائل للأدوية اكو عائلة اسمه First وعائلة Second اكو بعض المصادر يسمون عائلة First و Second وعائلة Third بس لبنكوت يقولنا لا احنا نعتبر فقط First و Second موجودات الفرقات الاساسية الاساسية راح نجي بعدين كتجارية الاساسية هذا يدخل CNS بما انه يدخل CNS يسوينا sedation يعني منوم هذا First generation يعتبر منوم مثل الارمين موجود هو يعتبر First generation فهذا منوم Second هذا ما يعتبر منوم هذا مو CNS ما يدخل CNS هذا اهم فرق First generation يعتبر non selective non selective Second يعتبر selective زين يعتبر selective شنه يعني First generation اكو هاي ادوية اكو ادوية الانتهيستامي تعتبر انتي سيروتونين اكو ادوية anti cholinergic اكو ادوية anti adrenergic اكو ادوية anti emetic يعني فوق ما هي انتهيستامين اما بال Second generation لا هي selective فقط للهيستامين زين راح نيجي من نواحي التجاريين و ادهيرنس First generation تقطي كث مرات باليوم زين اما Second generation تقطي مرة واحدة باليوم زين مرة او مرتين مرة ايه First generation هوا هاي من اهم الشغلات زين اللي هو cns non cns sedation non sedation فاخو عرفنا هسه هاي فروقات وهذا يعتبر non selective وهذا يعتبر selective هاي اهم الشغلات زين طبعا هنان يعتبر cheap هذي fair generation وهذا يعتبر expensive هو طبعا احنا دائما كل ما نصعد عائلة نطورها كل ما رح يصعد السعر وياها زين هس اخو خلصناها هاي ما عندنا بيها شي بعد هسه عرفنا فاسه قاعد يقول لي بالأورال انتهيستامين يقولنا ها fast onset of action and are useful for the management of symptoms of allergic rhinitis caused by histamine release شنو يعرف مثل عدة sneezing water renauria itchy eyes nose هاي كلها يعالجها they are more effective for prevention of symptoms in mild or intermittent disease اخو احنا شفناها قبل شي طلعتكم اياها يستعمل mild الى مدراتنا قايل اللي همين mild intermittent يعني المتقطعة همين يتفيدنا rather than treatment when symptoms have began يعني اكثر شي نستعمله ممكن كبروفيلاكسس حمينا يعني كوقائي نستعمله اوكي مو من تبديع عرض يهو عالمسل احنا فاحنا مريدها اصلا ان تسوفت 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 تسوفة مفعولة فتأثير ما تراح يكون اقل زيان الفيرس جنرايشن عدنا اللي هو مثل من هو الفيرس جنرايشن عدنا مثل الدايفنهايدرامين اللي هو الألارمين احنا نعرفه وعدنا كلورفينرامين موجوده هاي بالشرابات هذا زيان هذول يعتبرون اول شيء فيرجنرايشن خلصنا من عندنا هاي الكلمة يعتبرون نوت برفير دوتو ادفيرس افكت عدو ما عرض لاني بيه هواية من ضمن هشن هو السيديشن اللي هو حتنا عنا زيان وبرفورمانس امبيرمنت اضر انتيكولونيرجيك افكت اما عدنا السيكن جنرايشن اللي هما الفيدونا احنا اللي حتنا عنهم مثل منو عدنا؟ عدنا مثل اللي هو الفيكسوفينادين on Qn اللوراتدين اللي اسمة Laratin شركة في ازران هيدنا ديسلوراتدين و هيدنا ساترزين هيدنا عدنا هواية أدوية الذي أقول لكم ما زغي يمكنه مثل مصادر اللوراتدين هي النسخة الاقبار مطولة لطول لانه يعتبر مي الميتابولات ومشتغل لكنه هناك بعض الناس يعتبر بما انهم مش شغله وعليه وغيره ومن عنده فهنا يعتبر هذا مفروض فر جنريشن وليس سكند بس المصادر الباقية حاسبتهم هذولي فقط سكند جنريشن فهذولي اخذناهم طبعا هنان من عندك كل الامنات الحامل اللوراتدين والستريزين امنات الحامل هذول فكسون فناني وباقي الادوية هذول يعتبرون كتغوري سي غير امنات الحامل تمام عندكم بس اللوراتدين والستريزين هذول يقول إنه هذول عندنا ناسل وعادنا أوثالميك للعين ممكن نوصله هذول فإنتراناسل هستامين اللي هو الأزيلاء السينا والاباتادين مزين عندنا Tobical Intranasal انتيستامين اللي هو مثل عندنا من هو هذول يعتبرون السيكوند جنريشن طبعا نحن نخبط الانتهيستامين ومضادات الاحتقان إذا كان الاحتقان موجود يقولنا أو هذول نستعملهم إذا ماكو أي استجابة أو استجابة قليلة ويعرض إذا استعمل إنترانيز الكورتيكوسيرويد فنستعمل هذول كورتيكوسيرويد عدنا هنا إنترانيز الكورتيكوسيرويد مثل منه عدنا البكلوميثازون بتмерикير كوسيرويد الجيب هو الوحيد الآمن Jadi dallاشئكوسيرويد أهبا فلاتيكازون السيكلوسيلويد المميتازون ترااا werk لديك الكثير من المجتمع لكن إذا تريد أو تردين أهم الثانيين موجودين باديسنايد ويقع مخبوطات باديسنايد أمن للمرأة الحامل باديسنايد 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 لا تحتاج الانتش باديسنايد بعد ثلاثة إلى ثلاثة ساعة إنترا نيزل كورتيكوسيرويد شون تحسنه من السنيز الإتشينج رينوريا يعني هاي كلها العراض العطاس عفوان والحكة والسيلام الأنف واحتقام الأنف هاي كلها هي تعالجها Systemic absorption is minimal عرض جانبية تكون العرض جانبية تكون شون هي هاي ممكن تصر عرض جانبية ممكن راح يصر على تهيج بالأنف ممكن راح يصر أكو يعني يطلع دم من الأنف هذا راح يصير ممكن يعني هاي الشغلات ممكن أيضا يصر على صور ثروت اللي هو شون نقول قرحة بال بالفم بالثروت بالحلق وقليلا ممكن صور كانديدياسيس كون ما نفعل من المهمة بحقية يجب أن تنسل انه لا تستطيع انه لا تستطيع انهلاع في حلقة لماذا؟ لما تستطيع انهلاع من الأنف لماذا تم تستطيع انهلاع انهلاع فإحنا التارجد مالتنا أصلا النوز، التارجد مالتنا مو اللونغ ولا للثروت وإنما فقط النوز فلهذا السبب عمود نقل العرب الجانبية لما أخذ ديب انهاليشن جيد فور بيجيز وذي كورونيك رينايتس، إمبروفمنت وي مي نوت بي سين انتوى 1-2 ويكس إذا واحد عند رينايتس مزمنة، ما راح يشوف اي تحسن الى بعد اسبوع وسبوعين من بدء الاستعمال الدوى جيد ألفا أدرينيرجيك أغونيست اللي هما يسموها بالديكونجستانت، زيان؟ ديكونجستانت هما من هما عدنا؟ عدنا الآتيات، اللي ها الشورت أكتنج ألفا أدرينيرجيك أغونيست اللي هما يسموها النيزل ديكونجستانت مثل منه عدنا؟ هنا عدنا اللي هو الفينيليفرين على سبيل المثال عدنا اللي CONSTRUCT DILATED ARTERIALS IN THE NASAL MYCOSA، هنا اش راح يسوينا؟ VASO CONSTRUCTION، راح يسعدنا VASO CONSTRUCTION اللي الارتيوز يصير بها DILATION، اوكي؟ وايضاً REDUCE AIRWAY RESISTANCE هاذا الشورت راح يسوينا إياه؟ زيان عدنا اللونجر أكتنج على سبيل المثال اللي هو الأكسيميتازولين هاده هما المهواي موجود بالصيدلية اللي هو اسمه أوتريفين لا عفوان إكزايلوميتازولين أوتريفين أوكسيميتازولين أكو أوكسيميت شركة فراعون المصرية يقولنا منتطي أدميسترد إنترانيزالي منتطي إترانيزالي بسرعة تطف عاليتهم وشو فيو سيستميك افكتز يعني العراض السيستميك تكون قليلة هاي معلومة كلش مهمة ومفروض الصيدلاني يعرفها اللي هو تكون يقول لنا إنو الإنترانيزال فورميليشن لازم فتشاغله اللي هي ما تستعمل أكثر من كلتة يام مستمرة ليش؟ هذا بسبب خطورة إنو يصير عندنا ريباوند نيزال كونجشن اللي هو يسمونه ريباوند ميديكامانتوسا هذا الشي كلش مهم واحد يعرفه شن يعني ريباوند أو رينايتس ميديكامانتوسا يعني هو أصلا موقع لعالج الإليرجيك رينايتس إذا طويل أكثر من ثلاث سيام مثلا خمس سيام أسبوع هي شي شي أكثر إذا طويل هالكت فرح ترجع لرينيتس مرة ثانية يعني هو تخيل هو دوع عالجة فبس رجع المرض بعدين ها نفس أدوية الأرذمية مرة رح تفضوها بالCVS الأرذمية أكو بعض من أدوية الأرذمية تعتبر تورسات دي بوا اللي حجينا عنها قبل شوية زين تورسات دي بوينتي اللي هي تعالج أرذمية بس ممكن نطبونا بأرذمية ثانية فانتو بس قاعد تخيلوا الموقف انو علاج ممكن يرجع شاسمه ضرنا عفوان يعني يرجع يسوينا السبب نفس اللي هو تقاعد لعالجة فالهذا السبب يقول لنا الالفا ادرينيرجيك ااجونيس ايجنت are not used in long term treatment ما تستعمل بالlong term مستحيل أكثر شيء ثلاث سيام إلى خمس سيام أكثر من عدة مستحيل زين ادمنسرا اف اورال الفا ادرينيرجيك ااجونيس المواصلات بس كورا اكشفات ما سيصبح لدينا زيادة بضغط الدم و معدة ضربات القلب وغيرها فهذا السبب هنا لديك مثل الأورالز هذه الأدوية تعتبر كونترا انديكيتد لمرضى الضغط و كونترا انديكيتد لأمراض اللي عندهم أمراض بالCVS و كونترا انديكيتد لأمراض للناس اللي عندهم أمراض السكر ليش؟ لأن عندك الأدرينيرجيك عفوان الأدرينيرجيك هو يزود لك السكر، هو يزود لك الضغط، هو يزود لك يعني CVS رح يفاقم لك الأعراض مالتا فهاي الأدوية نوع من الأدوية كأورالي ما يصير تستعمل هذول الجماعة وأعتقد همين هايبرثيروديزم همين ما يصير تستعمل زيان كما تستعملها بطريقة انتظامية همين هذول الأدوية لأنه أكثر من 3 أيام رح يزر عندك رينايتس ميدكا منتوسا زيان خلصنا هسه رح يجينا على الأدرينيجيك 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 موجودة عندنا مثل من هو عندنا الكرومولين اللي احنا أخذناه قبل شوية كرومولين اللي هو ماس سيل سيبيلايزر يعتبر انترانيزل عندنا موجود زيان همين يستعمل بأدرينيجيك اللي نقون هو ماس سيبيلايزر فم راح يخلي الخلية الماسية لتطلق الهيستامين مزين بس هلش وكت بفور كونتاكت والأدرينيجيك يعتبر كبروفيلاكسس وطبعا الكرومولين يعتبر آمن للمرأة الحامل الكرومولين مزين لأدرينيجيك دوزينيجيك لأدرينيجيك لأدرينيجيك اللي احنا قلنا هي مو حساسية وموسمية فهنانا كل واحد يبدأ يأخذ الدواء قبل اسبوع واسبوعين من بدء موسم الحساسية هذا الكرومولين او ثو بوتينشيال انفيريو تو ادرينيجيك ممكن يصير عدد في المسأة عدنا بعض من هو الليكوتراينز خلنا نحددها عدك بعض الليكوتراينز ريسبتر انتاونيست ممكن تستعملها كمونو ثرابي وممكن تستعملها كمونو ثرابي وممكن تستعملها كمبينيجيك ممكن الادرينيجيك عندك الدسلوراتدين اللي راح يطيني في الدواء اسمه كومب اير كومب اير هذا اللي يتكون من منتي لوكاس والدسلوراتدين بس هالي ابراتروبيوم صحيح عالجنا ريناورية بس هو لا يوقف بس هالي ابراتروبيوم بس هالي ابراتروبيوم صحيح عالجنا بس هو لا يوخر العطاس ولا يوخر احتقان الانف لهذا لازم ينخبط ويشي ثاني تمام اسا خلصنا من اهذول اسا قابل لا نجعل كف را اريدكم هنا ننتجوني شوية راح نقول الشون العالج الرينايتس ميديكا منتوسة كيف تتريد رينايتس ميديكا منتوسة الواحد يستعمل مدة اكثر من ثلاثة يوم اول شي قاع نقول نستمر بالديكونجستنت مثل عندك الاتروبيوم ويما نستمر بي انضيف second generation inhaler corticosteroids مثل عندنا الفلوتيكازون انضيفه هو يعتبر second generation inhaler corticosteroids بعدين شنسوي نوقف نوقف الديكونجستنت بس شوكت بعد اسبوع من استعمال corticosteroids عمود ليصر عندنا فتحالة sudden راح يصر عندنا فتشي فورا اسبوع من استعمال corticosteroids نوقف الديكونجستنت زيان بعدين شو يقول لنا يقولنا استمر بالانهال corticosteroids من مدة اربعة الى ستة سابعة من شهر الى شهر ونص زيان ليش هذا السبب شنو سببها على مود انسوري اعادة بناء او اعادة تكوين شي اسمه اللي هو اوعية دموية جديدة انريد انكون اوعية دموية جديدة وايضا اخشية مخاطية جديدة زيان فاذا بالصيد اللي اجاك واحد عندي اليرجي كرونايتس او هيتشي يقول لها تستعمل في الدواء يقول لك ايانا كنت استعمل دواء مثل عدي فيلم فرين يقول لها زيانا كنت استعمل تصار لك يقول لك والله مثلا يصلي استعملها اسبوع ونصو اسبوعين ثلاثة سابع صارت زيان بعدين رجعت هالسامو زيان فأنت تصوين هنا انا هس هذا شوان راح يسوي له انت اذا تعرف تعالجه بالطريقة يقلت لك عليها طبعا هذا مثل قايدلين شون تعالج زيان فتقول له بالبداية هذا استمر ابقى مستمر عليه راح يقول لك ليش راح تقول له صبر طيني طيني عطوة فيقول له بعدين شنو هو تستاخذ لك فلاتيكازون زيان وراء ما تاخذ فلاتيكازون وراء أسبوع تعوف الديكونجستنت هذا اللي تستعملته وراء ما تعوف الديكونجستنت تبقى على انهلك هذا الفلاتيكازون مدت اربعة على ست اسابيع هسه راح يقول لك ليش هيتشي قل له هيتشي عامود راح لان انت عندك الاوعية دموية مالتك تهدمت فانت تحتاج تسوي لها عادة بناء بنفس الوقت عندك الاخشية المخاضية مالتك تدمرت فكنت تسوي لها عادة بناء هذا كل بسبب الديكونجستنت اللي تستعملته بشكل خاطئ بالبداية خلصنا عدك نون فرماكولوجيكال تريتمينت اللي هي علاجات ما تحتاج ادوية وقايا اول شي اتب هذا موسم الحساسية ابقى بالبيت وخلي كل الويندوز كلوز يعني كل شبابيك مجدودة اثنين شي سوي ايضا امتن ان تخرج يعني لا تطلع برا وخاصة لا تطلع برا شوكت بالأيرلي افنينج يعني بالمساء يعني بداية المساء وايضا بالصباح يعني بواسط الصباح يعني يما الظهر البس لك نظارات من تكون برا ليش عمد عيونك والبس لك كمامة جيدا اذا شفت الحالات لا توجد خطرة يعني سيطومات بالسيارة ما توجد ايضا بالسمر وبالسبرينج بقل سد الشبابيك ملكون بالسيارة ويما سد الشبابيك افتح افتح التبريد مع سيارة وهذا هو خلاص يعني عندك اربع شراب تقول له من يجيك واحد تطيد هو اقول له هالأيام حاول تطلع يعني حاول قليل طلعاتك واكثر شي لا تطلع بالليل لا تطلع لا تطلع البس لك نظارات البس لك كمامة ومن تكون بالسيارة يعني افتح التبريد وبقى الجامعة مسجودة يعني هاي ان شاء الله تحاول قليل هي هاي تعتبر خلصنا هسه من هذا راح نجي هسه على الكف الموضوع الاخير طبعا هنانا نحن عشاء اول شي هنا اشي يريد شي يقول لنا وبعدين راح اجيكم على فان شاء الله لان هنانا حرفيا بالادوية ما ال البنكوت ذاكرينا فقط لذا الأدوية حرفين بس كذا الأوبيويت وحاطنا في الدواء هي عبارة عن سطر نص وحاطيك بنزونة ومع العلم انو أدوية تلقاحها كل شو هواية حرفين كل شو هواية فانت ذا تريد تستفاد ابقوا ويانا عمودة احتيلك باقي الأدوية وان شاء الله تستفاد بيها مزيع اول شي راح نجي الكوف الكوف يعتبر اول شي يعتبر ميكانيزم للدفاع الريسبيلات من شو هوا يعتبر دفاع اذا صار عدك تهيج فأت راح تقوح او اذا صار عدك مثلا دست او اي شي فورج المتريل يصبت للمجرة نفتي فأت انفكشن او اي شي فأت تقوح هذا كل يعتبر ميكانيزم على تخرج الميكروبات او اذا عادق بحلقك او تشي على مدهمة التخرجة يقولنا هذا ما يسمى سبب كل الشائع ان المريض يجيك يقول لك دكتور انا جاي قاعد اكوح يقولنا هنا ميكانيزم يتبعون بعض اثيولوجيات اكوهوية اسباب ممكن يسوينا القاحة ممكن من شنو عندنا الكمان كولد اللي هي هاي النشلة العادية يعني السبراد السينوسايتس اللي هو الكهاب الجيوب الانفية يعني من اعراض السينوسايتس الجيوب الانفية يجيك واحد يقول لك والله يعني مثلا خشمي خر ومادر شنو ويا وجهي اعذيني او وجهي محتقن يقول لك هشو يتعرفينه عنده مثلا سينوسايتس جيوب الانفية يقول لك او ممكن عنده كرونيك رسپايرتري ديزيز مثل عندك السي او بي دي اسما هاي كلها تسوينا قاحة ان سوم كيسس ببعض الحالات الكوف مي بي انافكتف ديفنس ريفليكس اغانس ان اندريك بكتريال انفكشن ان شود نوت بي سبريست ممكن بعض الاحيان هاي القاحة تحتاجها يعني تعتبر كميكانيزم لالدفاع ضد الاصابات البكتيرية فهنان انت لازم متوقفها فتا كنت تعرف شو كنت تتوقف القاحة شو كنت متوقفها زين قبل تعالج القاحة the verification of its cause and support to ensure that antitucive is appropriate لازم تعرف المسبب مالتها عالم وتتعرف هال antitucive هذا مناسب لها لولا شو نعلم انتوصف هاذ راح نجفد شوية the priority should always be to treat the underlying cause of cough when possible يعني شو نقول الشي الاساسي هو انو نحاول قدر الامكان دائم من العالجنا المسبب الاساسي للقاحة وانما مو شو نقول انسكن هالقاحة يعني احنا مو على سبيل المثال عندك الجيرد الجيرد او اسما خنقول او COPD او sinusitis ايشي هلو الامراب احنا مو نروح نعالج لقاحة وحدها ونعوف المرض لا احنا نحاول نعالج المرض هو نفسه هذا القصد من عنده زين اذاو التسقع عشوفون حرفين اخو احنا انتو شايفيها في الصيلريات اكيد انتو اتمرنتو اغلبكم بالتدريب الصيفي فاخو شفتوا هواية ادوية للرسبايراتاري بس شوفوا نس داكر أوبيويد وهاي هنانة مكملك على أوبيويد ذاكر لك هنا قوائفنسين هنا قليل وبنزونيتيت وهذا بنزونيتيت همينا ما اعتقد موجود بالعراق على ما اعتقد زين اللي انا ما شفته فأنتو بس تخلوها لقاحة ذاكر فاني ذكرت همي من يمي زيادة بس قبل لا نطب احنا نحتاج هواية اشياء نشرحها عن الكف اول شي تصنيفات الكف تصنيفات القحة الممكن تكون اول شي عنا ديريشن الفترة مالتها عدنا فترة اسمها أكيوت وسب أكيوت وكرونيك الأكيوت اللي تكون يعني القاحة أقل من ثلاثة أسابيع لانتو من يجيك الواحد تقول لها صايك جد القاح اذا قل لك هل قاد هل قاد هل قاد فتت تقول لها فثلاثة أسابيع هايدل عشنا انه عنده انفكشن زين اللي كرونيك فهاي تكون أكثر من ثمن أسابيع تقول لنا على انه اكو فد أمراض مزمنة على سبيب الجيرد 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 شن يعني غاسترو اسوفاجيال رفلكس ديزيز اللي هو استرجاع رح يصر عندك وحموضة رح تصعد على اسوفاجوس رح يصر عندك قحة عندك كروب والأسمة عندك أدوية يسموها انجيو تنسين كونفيرتين انزيم انهيبتر هذا رح تأخذوه بالCVS أكثر شي رح تجدو هذا موجود بال الهايبرتنشن والأشف هذا كل شي ها يستعمل و اللي جاي من عنده اسمع عرب ازيان عرب همينة بس هاد اكثر شي يسوي هاد يسوينا قحة جافة ممكن هذا دوي يسوينا ممكن عندك CHF اللي هو ممكن هاي يسوينا قحة أسرح تقولي ازيان اشدخلها شون مين اجلت شون القلب ممنا نكتبت على القحة النيتر عدنا تصنيف على حسب الطبيعة عمالته عدنا قحة جافة وعدنا قحة رطبة الوت هي الرطبة والدراي اللي هي الجافة زين القحة الرطبة زين شنو تصنف لي اذا كانت لونها ابياض فهاي يعني انو عندها حساسية اذا كان لونها اخضر او اصفار فهذا يعني انو عندك انفكشن عندك اصابة زين فيرال بكتريال هي تشين اذا كانت حمره فهنا مثلا عنده افد انجري معين بالميوكاسا صار عنده فهاي فطلع دم فهذا كنت ودي للدكتور مو انت تعالجه اذا واحد كان قاعد يقوحه دم هذا اللي حد الان اللي انا قرأته انو مايصر تعالجه بالصيدلية انو تروح تودي للدكتور زين وعدك قحة سودة زين يعني اللي يعني رطبة وهي الرطبة اللي بيها بلغم سودة هذا يدين انه قاعد يدخن هواي اوكي زين الشون تشتغل الميكانجم افقاحة حلو هاي ميكانجم افقاحة زين ميكانجم افقاف كوف ريسبتر ستريتش ريسبتر عدنا عدنا فد ريسبترات موجودة مالكوف منتس شعرها فد ارتنت منتس شعرها فد مثلا درجة حرارة معينة منتس شعرها فد مثلا فد أليرجي منتس شعرها فد مثلا ستريتش معين هذا راح يسوي لي يعني ترسلي فد ايعاز لان هذا يعتبر اثرنت زين راح ترسلي ايعاز الى الكوف سنتر الموجود بالميديولا هنا الكوف سنتر بالميديولا راح يطين لي ايعاز عن طريق الافرنت عن الموت يصيره واحد يقوح عم يسوي كف زين هاي ريسبترات مالكوف وين موجودة أصلا هاي ريسبترات مالكوف ريسبترات مالكوف موجودة بالأبر واللور يعني مسار تنفسي كله موجود بالأبر واللور من اللونج لأحد النوز يعني هاي تشوفوا هذا المسارش قده هاي من اللونج للنوز هاذو كله موجود للكوف زين طبعا اللونج أجساء اللونج زين عدك موجود بالإيسوفاقس بالمريء هاي مثلا على سبيل المرضي عنده جيرت زين هنانه راح يصير عنه عن طريق الإيسوفاقس راح يشتشعر هاي حموضة موجودة بالإيسوفاقس الأجسي الصاعد فهنا راح يقوم يقوح عدك بالديايفرام حجاب الحاجز موجودة بالسماك ايضا بالمعدة موجودة وأيضا موجودة بالبيريكارديم زين بالبيريكارديم ايضا موجودة بالهارت زين زين الدراج يوز توتريت كوف شن الأدوية اللي نستعملها على موضة نعالج الكوف يعني كعائلات عدنا ميكولايتك أنتتوسيف أول واحد اللي هو اسمه إكسبكتورانت والميكولايتك تستعمل للواتكوف والأنتتوسيف للإدراية طبعا كفت خبطة معينة يصير ما بين إكسبكتورانت والأنتتوسيف تستعملهم للشسمة الواتكوف بس كشائعات و كميكانيزم وهيا يعني أكثر شي معرفات ميكولايتك لازم اياها إكسبكتورانت أو إياها إكسبكتورانت إيه فالإكسبكتورانت شن شغلها؟ إسمها طاردة للبلغام طاردة إكسبكتورانت طاردة البلغام شن وظيفتها؟ تزود لي كمية ومحتوى المي مع السكريشن كمية ومحتوى المي مع السكريشن يعني ما الافرازات ما البرونكيال زود ليه زيتها راح تقول لي زين اذا هي زود لي البرونكيال الكمية ما البرونكيال سيكريشن شون راح اصر اكسبيكترانت لان قلت لكم ها اول شي هو ما يستعمل واحدة هل لازم يستعمل ويا ميكولايتكس عدنا مثلا هنانا سوري هيت هشون تيجي ها هيتشي زين هاذا المسار فقدت عدك مثلا الميوكاس موجود هنان هيتش هيتش الاطش هنان هيتش هنان هيتش هنان هيتش لا طيش هنانا صار بيه ادهيشن ادهيشن اوكي فبهاي الكمية المساري هواء انت من راح تعطس انت من راح يكون اكو هوا راح يطلع من نانا زين بالعطاس وهوا قوي ما انه هي راح تكون هيش كمياتها قليلة جدا موجودة هنا 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 فالهوا ما راح يأثر عليها لان هي اصلا لازقة زين احنا اذا جبنا اكسبيكترانت وهذا اكسبيكترانت زود كمية الماء كمية الماء زين فهنا هي راح يسد زين هنا راح يسد خنقول مثلا راح يسد بس شنو زود كمية الماء الذكروا هاي زود كمية الماء فالأدهيشن الماء التأسر راح يقل فهنان من راح يزيد فما راح تجي لقاحها هن راح تطلعها ككتلة واحدة بس فيسكوسيته مالتها قليلة اللي زوجها مالتها قليلة فهي تشي راح تطلع تمام هذا الشغل الميوكولايتك شنو شغلها الميوكولايتك هنانا يحلل زين يحلل المخاط يسوي تحليل يكسرها زين لان احنا عدنا مثلا هنا المخاط على سبيل المثال هاي هي تشي هي تشي اكو فالدوة معين هنا اكو SS bond SS bond SS bond Dysulfide bond هاي تربطها على موديو يصر المخاط ثك على موديو يصر ثك فمن احد الادوة ميوكولايتك ش راح يسد راح يضطلنا مجموعة H هنا ومجموعة H هنا على كل S عاموة تكسر هاي ال S فهنان ش راح يصر بما انه هي بدلاها هي راح تكون مترابطة راح يصر هيتش هيتش المخاط هما راح يصر كمثل كتلة واحدة فهنان الاخراج مالتا راح يصر سهل بس يحتاج لأكسبكترنت عاموة يخرج فهنان ميوكولايتك اسمها رديوس فيسكوسيتي يعني اللي زوجه مالتا راح يقلل لي اياها بس ما راح يؤثر لي على الاماوت هو ما يؤثر لي على الاماوت لا لأنه هو على المخاط نفسه هو اجي يشتغل وانما ما اثر لي على الاماوت وخلي الاماوت يزداد وانما فقط قلل لي فيسكوسيتي فهذا السبب يستعمل الواتكوف اللي بيها بلغم او مخاط اما الانتي توسيف هاي الانتي توسيفيش راح يسوي تقليلي فريكوينسي أو فريكوينتلي والإنتنسيتي مالكوف يعني تقليل التكرار وقوة لقاحة تستعمل لقاحة اجافة هل ممكن انتوسب وحدها تستعمل للواتكوف؟ لا وحدها مستحيل تستعمل للواتكوف ليش وحدها ما تستعمل زيناني اصلا عندي هنانا مثل ما قلنا عندي هنانا ميوكاس سبب القحة هي ميوكس هنا لاطش وهنا لاطش وهنا لاطش هنا لاطش اذا انت توسف هذا راح يبقى هنا هذا راح يصير اصلا يزعجني فكلش غلط انو واحد يضطي دو القحة رطبة او بلغم يضطيها انت توسف واحدة هذا الشي كلش غلط وما يصير فانت من يجيك واحد تقول لا ما فيجيك اي واحد من اول اسئلة تقول لا قحة جاف هاي من اهم الاسئلة المتعرفة في الدول اللي استعملها بهم خلصنا السامن هاي نجي على الادوية اللي هو السحات هنا الابيويد الابيويد من هنا حاط مثلا عندنا الكوداين طبعا الكوداين كلش قليل حالين يستعمل عندنا ادوية ثانية اللي هو الدكستروميثورفونيس راح نجي نحشي عنا موجود الكوداين قلنا هو يعتبر اوبيويد طبعا هذا يعتبر انتتوسيف الابيويد تعتبر انتتوسيف يعني شنو مضادة حتقل يعني تستعمل الما اذا وحدها اذا وحدها تستعمل اوكي فش راح يساوي راح يثبتلي احنا مو قلنا اكو افرينت و افرينت الافرينت موجود بالسنترال بالميديولة بالبراين فهي شنو راح تشتغلي على البرين راح يثبت السنسيبتي على البرين يعني هذا راح يروح هناك يمعويد عندي 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 هو اصلا يثبتلي هذا بعد ما يشتغل فهي شنو راح يسويلي فهنا شنو راح يسويلي بالكوف سنتر كانالجيسك كمسكن والجرعة تستعمل كانتتوسف يعني للقاحة فاحنا لازم نعرف يا جرعة اللي هي تعتبر انتتوسف طبعا هذا الدول يعتبر ادمان يعني واحد يسبب الادمان هذا الكودائين فهذا السبب يعني قبل كان هو يطول اسا حاليا جدا قليل ولا يطول الناس اكبر من 18 سنة وبالاضافة على ما اعتقد ونماني بعد ما شفتها ومفروض بوصفه لانه هو قلنا يسبب ادمان جيد يقول نديس ترابيوتك عراض الجانبية مالتة شنو هي عراض الجانبية مالتة ممكن تكون ممكن راح يكون عندها اللي هو شو نقول امساك راح يصير عندها ديسفوريا راح يصير عندها أيضا اللي هو مو ايوفوريا ايوفوريا هذي يحسب المنعنش خنقول هاي ديسفوريا زين بالعكس وفاتق يحسب التعب قد يحدث كوداين هاي اهم شاء الله كنت تعرف بكوداين كوداين عنده انه يعتبر يسبب ادمان هاي اهم شاء الله كنت تعرفها انه يسبب ادمان سوري ديسفوريا مو ديسفوريا هو اعتقد ايوفوريا بس ترجموا مالتة سعد نشوفها المهم هو راح يفيد زين سوريا سوريا ديكستروميثورفان هاذا الدول اللي راح تجلوه هواية بالشرابات اللي هو ديكستروميثورفان هذا موجودا هواية اللي يستعمل هواية همينة is a synthetic derivative of morphine that has no analgesic ما عنده analgesic افكت مو مثل ال كوداين عنده analgesic افكت بجرعة معايين فقط عنده antitucive إذا كنت تبحث عن الواقع ب Max. بهما اجد مزفو بمدنان فإن الحدوى توجد الواقع بمدنان يكون المفاقع بمدنان مثل كوضين مثل جيدا فإن الحدوى تصنع في الجرعات القليلة هنا كنت تعلم عن الطعام فإن العراض الجانبية يوجد لا مزفو بمدنان فإنه يكون قليل متطبيق مدنان أو مثال المسائي تقول لا يوجد مدنان يعني ستقول لك 이죠 نو أدكتف الدكتروميثورفان نو أدكتف لذا يعني نعرف انه كلش قليل انه مالت ممكن يسبب منه ممكن يسبب منه مممكن يسبب منه ممكن يسبب ديسفوريا ممكن يسببنا ديسفوريا يعني بجرعة العالية يصبح يصبح ديسفوريا من الشغلات الذكرة هم يسببنا الهلوسة بالجرعة العالية الدكتروميثورفان ممكن يسببنا الهلوسة الجوائفنسين هذا الدول الثاني ما لا علاقة بالأوبوليز هذا يعتبر هذا يعتبر إكسبكتورنت مو أنتتوسف كونت تفرقون مو أنتتوسف مو أنتوسف مو أنتوسف مو أنتوسف مو أنتوسف مو أنتوسف ذكب هذا البحر يمكن أن تظيف المنشف المنشف من أنتوسف أو ممكن لا تلقى مخبوط ويالكوداين أو مخبوط ويالديكتروميثورفان عدنا الثاني اللي هو البنزونتات البنزونتات هذا همين يعتبر أنتتوسف بس هذا أنتتوسف يعتبر برايفورال يشتغل على الأفرنت ما يشتغل على إفرنت يعني يشتغل على الأفرنت اللي هو على البداية يقولنا البنزونتات سبريس تكوف رفلكس عند تأثير برايفورال شنو هذا التأثير ماتا؟ شنو الميكانيزم ماتا اللي هو يعتبر أنيستيزز تستريج ريسبتر زيان؟ الموجود بالرسبيرات أو باللنج أو بالبلورة فهو شنو يعد تأثير كمخدر يعني يعتبر أنيستيكس هاي أدوية مخدرة كما أنه هو أدوية مخدرة فهناك الكف ستريج ريسبتر ما الكف ما تشتغل بعض زيان؟ لأنه هي متخدرة الأعراض الجانبية ماتا يشو ممكن يصر عدة دزينيس نوبنس أفذة تونج يعني تنمل بالتونج بالأصابع زيان؟ وأيضاً الماث تنمل بالماث وتنمل رح نشوف بالثروت يقولنا يقولنا البنزونتات يعتبر ككابسولة يجي كابسولة يقولنا إذا هاي الكابسولة انكسرت فهنا ممكن هاي الأعرض حيشان قبل شوية تتفاقم عند أكثر بعض بزيادة أو مضغناها تشو مباشر يعني صار مباشر يعني صار مباشر فهي تعتبر المشكلة يسوي النبنس وهي السوالف هس خلصنا اللي يريد المصدر ازين انا يعني صح ان اضفت هناك زيادة بس انا راح احتيكم بعض أدوية ناخذها بالكف كنت عرفوها زين اخذنا هاي التشابتر سامري هاي هاي اذا تردون تقرؤ انا اضفته هاي هذا موجود باللبين كونط طبعة 2023 هذا يلخصوا لكم ما اخذنا احنا حاليا يعني هذو الكل اللي اخذناه الموجود بالمصدر ملخصة هنالا زياد الانتتوسيف هسا الادوية اللي احنا اخذناها ادوية الانتتوسيف قلنا هيش تقللنا الانتنسي والفريقونسي عدنا يا اما سنترال تشتغل على السينس الكوف سنتر بالمديول لا يا اما تكون برايفرال اللي قلناها اللي تشتغل على السنترال عدنا الابيويد اللي احنا حتنا عنهم طبعا الابيويد تعتبر كاتقوري الاسي عدك دكتروميتارفان دكتروميتارفان اللي جيت مكان يقولي ان هو عامن ولقي مكان يقولي هو كاتقوري الاسي بس قاني القريت neurons أحدث شئ انه le fda اي تقولك انه دكتروميتارفان يعتبر كاتقوري اي اكوفد شركة ثانية اسمها اي ومادري شنو تعتبر دكتروميتارفان بكاتقوري الاسي تعلم عمل الكاتجوريية طويلة ولكنه لاحقاً مع التخطير الوصول الى فدع هناك في موضوع التهيس التهيس نتوجد ب ب برائما و الأولارمين ايضاً ما هو تهيس والديفينهيدرامين البريثيسين وبهذا يستعملون له يتحفل لجنبتر و التهيسيس منو عدك مثلا يعني عفوا الميكانز موفاكشن ماته يعتبر سديشن وانتيكولينيرجيك اكشن اهمشي هو سديشن فهذا السبب هو راح يستعمل القحة جافة طبعا هذول يكون هم مؤامنات للحامل يعتبرون كاتقوريسي زين ها طبعا العلم الفلس جنريشن انتهيستامين منو اذا واحد اخذ هاد الدواء او قبل يتطو هاد الدواء قبل يصفن هاد الدواء تقول له هاذين انت تشتغل عندك شغل عندك يطلع بالسيارة عندك فد عمل معين لو تنام كون تقول لهذا الشيء كلش مهم لان احتمال ممكن يموت من وراكم يعني توقعت لعب مش قدموهينة لان هذا منوّم الالرمين والالرمين يعتبر تنويم مالك كلش قوي وعدك اكفدوه اقوم من عدد اسمه الشي سمونا تشان الدونار ميل اللي هو اسمه هاد اسمه التجاري نسيت اسمه العلمي شنو تان دوكسيل امين دوكسيل امين انا ما اذكر هو اسمه دوكسيل امين هذا اصلا يستعمل لعلاج الانسومني هو طبعا هو هدايفين هادرامين يستعمل لعلاج الارق بس دوكسيل امين يقولون انه هو اقوى بهواية فالقصب من ذلك الموضيع انه ميجيكم فدوا حد صيدة ليه قلوله انه منتغل هادرامين يكون لا تسعى السيارة لا تروح لشغلها كنت استراح لان هادرامين يعتبر منوم كون تقول له هاي الشغلة كنت تبهون حسا خلصنا هدو اللي سنترال عدنا بس اثنين البريفرال انتتوسيفز عدنا البنزونتات اللي حتنا عنا اللي يعتبر كأنستيجيا عدنا النبروكسين النبروكسين هو الانسايد ذاف هاذبين تست هذا الانسايد الوحيد اللي اختبروه وليقوا انه يعتبر انتتوسيفز ممكن نستعملوه زيان يقولن هنان هسا خلصنا البريفرال عدنا فتشغلة يقولنه انه اذا كان عدنا post infection cuff or chronic bronchitis يعني اذا كان عدنا قحة مع بعض يعني شو نقول قحة مع بعض الاصابة يعني post infection يعني بعد ما نصابينا وخلصنا عدنا قحة فهنا شرح نستعمل رح نستعمل انهيلر ابراتروبيوم اذا شفنا مفادنا فهنا رح نستعمل انهيلر كورتيكو سيرويد اذا شفنا مفادنا فهنا رح نستعمل الانتوسيفز اللي هما من جماعة الدكتروميثورفان خلصنا الانتوسيفز رح ندخل على الميكولايتكس الميكولايتكس قلنا عليها انه تقلل فيسكوسيتي فأول دوة احنا اخذناه هناك بس يو بيدي اللي هو الان اسيتايل سستين الان اسيتايل سستين هذا دوة خارق للطبيعة عنده هاي فوائد اول شي سوين برايك دايسالفايد بوند ميوسين ميوسين اللي هي هاي اسمها ميوسين فهنا موعدنا اس اس ومرتبطات اس اس مرتبطات فرح ندخل هنا اتش اتش فهنا لعما هاي اس اس انكسرت فرح اصير كل واحدة هايج فالفيسكوسيتي قلت من طبعا من فوائد الانسيسستين شنو يعتبر؟ يعتبر انتي انفلماتري زيان ويعتبر انتي اوكسيدنت ويعتبر انتي دوت اف باراستامول هاي كنت عرفوها اذا اجاك فاد واحد يقول لك دكتور اني عندي مثلا فاد واحد السمم اخذ له باراستامول مثلا اخذ له 10 حبايات 15 حبايات فشن هو الدواء اللي عاكس لباراستامول واللي يفيدني الانتي دوت اللي هو الانستايل سستين هذي يستعمل للسمية مالباراستامول اذا واحد سمم بباراستامول نطي انستايل سستين وهو يعتبر ايضا كاتقوريبي اامل اللي اللي هي الحوامل عدنا دواء ثاني اسمه برومهكسين برومهكسين يعتبر ميكولايتك وانتي اوكسيدنت ستبقي انه هو كاتقوري اي الكونترا اندكيشن مالته انه ميصر نستعمله هذا ميصر نستعمله جماعة البيبتيك ألصر زين البيبتيك ألصر اللي عدهم قرحة بالمعدة او قرحة بالمريء او قرحة بالديودنم ليش لان احنا هذا الميكولايتكس هذا من مشاكلة طبعا نحن انه سالسستين عنده هواي طرق للاخذ اي في و اورال و ما ادري شنو بس البرومهكسين من هذا الشي اللي يقول لك هتأخذها على البيبتيك ألصر لان من تأخذ البيبتيك ألصر هو شي سوى كسر الميوسين زين انت اذا واحد عنده ميوكوسا مالته هي اصلا مودعة بالمعدة مالته زين بالمعدة مالته مودع الميوكوسا هو اصلا يكسرنا الميكوسا فما يفيد هذا اصلا راح يضر لجماعات البيبتيك ألصر فما يصنطي برومهكسين جماعات البيبتيك ألصر عدنا دول اخ اسمه انبروكسول انبروكسول يعتبر انتيقلو يعني شنو مضاد للصمغ هذا ش راح يسمونا يعني راح يمنعنا اتصاق الميوكوس للجدران الجدران مثلا ما الاروي ويعتبر شنو اصلا ميتابولايت وهذا شنو ما يستعمل لجماعات البرومهكسين يعني البردنسي بأول تلتة شهر لا يستعمل الامبروكسول نجيها الساعة الكسبيكترنت مالبلغم عدنا قوي فنسين حاجة عدنا 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 اسمه بوتاسيوم ايودايد بوتاسيوم ايودايد هذا بوتاسيوم ايودايد راح يحفزنا البرونكيالجلاند الغدة مع البرونكاي فهنا شنو راح يسوني انزيادة في افرازات الميوكوس اللي يكون قليل اللزوجة ميوكوس قليل اللزوجة مو راح يفرزنا اياه فهذا الشي راح يفيدنا بيه زيان من كونترا اندكيشن ما ما يستعمل لا للحامل ولا يستعمل لهايبرثيروديزم لانهو عند ايودايد فجمعت العدد فيعنت راح تطبو بيود بالجسم شنو علاقة اليود بالهيبرثيروديزم هذا همين تعرفوا بالأندوكراين اللي هو راح يكون بالكورس الثاني والمتوقع على ما توقعاني الفاروم الثري اللي هو بالكورس الثاني راح تكون وزاري الله أعلم بعد زين عدنا نون فارماكولوجيكال تريتمينت عدنا يعني أشياء نون فارماكولوجيكال نطيها للناس للمرضى أول شي في نافذ شاء الله تقولها الاف دي اي أعلنتها بألفين و تسعة قالت الاف دي اي هذال الأدوية اللي أخذناهم كلها هستونة ميزون نطيها الأطفال أصغر من ست سنين فالاف دي اي ما مافق على هذا الشي مع العلم احنا عدنا أدوية أطنان نطيها الأطفال أقل من ست سنين شنو راح نطي الأطفال لعد هسه راح نشوف قسم من عدهم نطيها أول شي هذا مذاكري بس يعني للأطفال يعني جماعة هنا نمان أطفال وجماعة وياها الباقي الشغلات فأول شي عندنا سنينهاليشن يعني واحد إذا عندها قاحة شي سوي يحط له جدر أسحنك عندنا شي نون فارماكولوجيكال يعني ماكو أدوية زين كشي حقيقي زين نون فارماكولوجيكال فهاي يعني هاي إيقومة فيس كلوم أو مثلا أحد من أهلكم إلا صارت على قاحة أو فتشي فصدقوني هاي سواف البسيطة اللي ممكن تشوفوها تافهة هاي تعتبر فتشي يعني كله زين يعني أول شي أنه هي تعتبر أول ما أنه ينون فارماكولوجيكال فالعراض الجانبية يا أما أصلا ما عادها يا أما عادها جدا قليل وبالأضافة هي أصلا يعني تعتبر الكوسماتيك جدا قليل يعني رخيصة فما يحتاج أي دول فأشياء جدا بسيطة أول شي رح ناخذ إيه هو ستيم إنهلايشن شن يعني ستيم إنهلايشن من الأخير رح أقول لك هذا جدر زين حط بيee مي وورما تحط بي vegetables روح لحط على الطباخ reading وورما تحط على الطباخ عليه شي أن يخللي لأحد ما يغلي ورا ما تخلي لي احد ما يغلي روح استنشقة ظل استنشقة من خشمك طبعا ظل استنشقة من خشمك هيت شهيق عميق وزفير ظل استنشقة فهذا يفيدنا شوكت اذا واحد عنده اكيوت كوف اللي هي اقلي من 3 شهر هاي تفيده شنو الاشياء ممكن نسوينا اول شي فلش اوت ميوكس يعني انت طبعا هو الميوكس عندك مخاط اذا اجدت عليه حرارة زين حرارة راح يذوب راح يذوب يعني الفيسكوسيتي ماتة راح يتقل فهنا بسرعة راح يقوم يطلع فلش اوت ميوكس راح يسوينا ترطيب للايروي المجرى تنفسي ليكون متهيج او جاف يعني تفيدنا هاي سافة اصلا تفيدنا بالقحة الجافة وتفيدنا بالقحة الرطبة زين من اشياء انه نفرماكولوجيكال نحاول نسويها نشوفها تفيدنا لولا زين الشغلة الثانية العسل العسل هاذا يستعمل للاطفال طبعا العسل هنانه شوان قلكم يا يستعمل للاطفال باش شن هو اكبر او يساوي سنة من يستعمل للاطفال اصغر من سنة الشوكت نطي نطي قبل 30 دقيق قبل تنام زين تطي هو هيش خاشوقة لا تحط مثلا مي حار مي حار عدك فتشي ويا مي حار يحط لك خاشوقة عسل ويا خاشوقة عسل يعني شون يخلوها ايه مي حار او تشاي او ايشي تحط خاشوقة عسل هاي قاح الشي هامين طبعا همو بس اطفال هاي الكبار هامينه زين تحط خاشوقة عسل قبل 30 دقيقة من وقت النوم يعني قبل 32 دقيقة تشربه هاذا راح يفيدك ويعني راح تدعيلي او الناس اللي عندهم قاحة وتقولهم هاذا الشي راح يتعولك طبعا هاي سفاك هواية يعني امهات يسووها انو يسوون سفاة العسل هاي يحطوها هواية نسوان يعرفوها زين زين ليش ما نستعمل الاصغر من السنة يقولنا بسبب انو استعملنا اصغر من سنة الناس اصغر من سنة ممكن راح ينصابون في فتشي اسمه كلوستريديم بواتولينوم زين زين في الانفكشن فلهذا سبب ما نستعمل الجماعة الاصغر من السنة يعني نعرف اصلا تركيبة ما الاطفال الاصغر من السنة يعني هو الهيكل مالتهم هو جسمهم كله غير شكل زين يعني بعدهم بعد مرحلة التكوين ففقط اللي اكبر او يساوي سنة نستعملهم طبعا الجرع موجودة راح يفكرها بشكل جدا سريع عدنا نسخ خاشوقة اللي عمرهم من 2 الى 5 سنين زين نطيهم نسخ خاشوقة خاشوقة اللي عمرهم من 6 الى 11 سنة وعدك خاشوقتين اللي عمرهم من 12 الى 18 سنة زين هاي هنا نسخ خاشوقة هنا خاشوقة هنا خاشوقتين تطيها قبل 30 دقيقة من وقت النوم تحط عليها ماء حار خلصنا زين نجي على الثالث اللي هو ديمولسنت او لوزنجس اللوزنجس هاي الحبش شايفي مثل عندك السريبسولز اذا شايفيهم سريبسولز هاي لوزنجس همية نتفيت وهي شكال سعرها سعرها 500 دينار خمسمية سعرها فاجدنا رخيصة شنو ديمولسنت ممكن يسوينا ديمولسنت اول شي راح يقللنا من التهيج وايضا راح ينقمنا سوذنج يعني يلطف لنا وعدنا في المكان بالتهاب راح يلطف لنا ايام وايضا عدا فالتأثر اسمه بلاسيبو هذا فتشي يعني بعانا من الادوية فتشي هذا يعتبر بلاسيبو 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 هو شي يعتبر انه علاج نفسي يعني انتو ان شاء الله من راح يصعون صيادنا ناجحين او منشوفهم فصالينا ناجح اكو بعض الامراض يشتكي فاد واحد تلقاه بسبب التوتر والخوف مالته اكثر ما هنو بسبب المرض نفسه فهنو تلقى الصيدان اشي يسوي يجيبها فات كابسولة فارغة مثلا يحط لها NACL يحط لها اي شي يعني NACL زين NACL يحط لها اي شي ويطيه للمريض وراء ما ها يجي المريض فد اسبوع ها يقول لها والله رحم الله غالديك الدوتتني يا فعال وما ادري شنو زينو يعني فدتني كل شو عاشت تيدك ما يعلم هو اصلا ما يحتاج ان انا يسير او لاشي بس يتلاسيبو اللي هو الى تأثير نفسي يعني انت من المريض حتى اي دوت الطهية كون دائما انو تقول له يعني ان شاء الله التحسن راح يكون موجود ورح تلقى تحسن اليوم مباشر وهي شي يعني دائما التأثير النفسي الى علاج فاذا شوفي حتى بالمستشفى على سبيل المثال الناس بالمستشفى يعني الدكتور حتى لو يعرف هذا الحالة يعني نوعا ما بها الصعوبة دائما يحاول قدر الامكان يلطف على الجو يسئل لاش عندك ما عندك هاي شي الممرض دائما حاول قدر الامكان يحافظ على نفسية الشخص لان الشخص حتى لو عنده مرض بسيط اي مرض بسيط وهو مفور توتر سترس غضب عصبية هذا المرض ما راح يروح ابد او ممكن راح يصير زيادة اكثر بسبب تأثير النفسي ماتل هذا كل راح يأثر على الاميون سيستم ماتل فهذا البلاسيبون هذا البلاسيبون يستعمل 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 القحة جافة ويستعمل القحة الرطبا اوكي جهته يرتاق ذات ثلاث مرات الى اربع مرات باليوم يعتبر امن للمرأة الحامل وايضا للطفل ويعتبر ايضا رخيص ما نستعمل الديبونسنت للاطفال الاقل من ثلاث سنين ليش ما نستعمل اقل ثلاث سنين ممكن يصرع لهم تشوك ممكن يختنقون يعني ممكن ياخذ الحباية بعدها يعني ما صغرت بالحجم وابتلاعها فهنا ممكن يختنق فما نطقيه الاطفال الاقل من ثلاث سنين من الشغلات الان فارماكولوجيكال ايضا نقول نقول له يا طويل العمر اشرب لك مي او فلود اخذ لك دائما فلود ما يقارب اثنين لتر بالدي يعني دائما وعلى طال الهايدراشن احنا بعدنا بالصيف وعلى اهمية من تتهي حلقة بعدنا بالصيف فاذا ما اشربت مي فروح نزل اشرب لك قلاس مي وتعال ارجع لان استيهايدراشن هاي من اهم الشغلات اللي كنت اعرفها بالطب يعني تشرب لك ايش قد اهاي قلت تشرب لك ما بين الثمانية الى عشر قلاسات مي باليوم زين عدك بعد شن هو اللي هي القطرات الاني سيئل ازاودنا الموتوليتي سيئر الموتوليتي وراح تعتبر بروتيولايس همينا ببسطة شن هاي ميكانزم راح حصر عن طريق الاسموسيس اوكي عن طريق الاسموسيس هاي كلها ازايد الاطفال ممكن استعمالها سا احنا شفنا قلنا الهوني ممكن استعمال الديمالسنت بس اقامي 3 سنين لا الفلويد انتيك عادي السلندروبس ممكن استعمالها الهوني همين قلناها تستعمل استيميلايشن على ما اعتقدي انه عادي يعني انه هو عبارة عن بخار مي بس كنتمون انه لا حد يحرق وجهة يعني من الخلي وجهة كله قبالة جدر ويحرق وجهة بعد وعدنا بعض ادوية ثانية هنان اسمه هيربل درقز اللي هي ادوية العشبية ما راح اطرق عليها بس عدك مثل من هو عدك زي كف والبروس بان وغير جماعات بعض هدول يعتبرون هيربل درقز اسا خلصنا هنان بعد ما عدنا الشابتر سامري هاذه انتو بعد عمود لا تطول هو عبارة حرفين عن الحيشينا والتو اذا تردون يعني تقروا تشوفوا انه شنه هو انا ضفت بكمية من شابتر افين 23 وعشرين نبقى هسا نجي على المصدر المصدر فنجي على واحد واحد اول شي يقول لنا نختار بس واحد اول شي قاعد يقول لي هنانا شخص ابنية عمرها 12 سنة عدها رابو وجدت وين راحة للامرجسي راحة للطوارئ وعدها قحة وعدها ديسبنية وعدها ويزنج تصفير بعد رابو ويجي على الامرجسي احنا نريد دول الامرجسي من عندنا الامرجسي هل هو الفلتيكازون البكلوميثازون الالبيوترول البروبرانولول اللي يقول لها هذا اكبر غلط هنا يتراح حرفين ودعت بعد عدك البيوترول بكلوميثازون هنانا اللي نستعمله اللي هو البيوترول اللي قلنا اللي يعتبرون للكرونيك وليس للأكيوت فهنا جواب هو سي سي المهم فاني جينا السؤال الثاني يقول ان اكفد ابني عمره هنا تسع سنين عدها سيفير اسمة صار عدها صارت انه راحت للمسيشفى العام الماضي ثلاث مرات وسبق انه صار عدها سيفير اسمة بس حاليا هي حاليا انه قاعد ادخلها فالدواء قاعد يمنع انه يصير عدها اسمة ما انه هو دواء يستعمل الاكيوت وانما قاعد يمنع انه يصير الاكيوت فهنا عدنا فد أدوية أربعة ابي سيدي هنا طبعا انهي البيوترول مان استعمل الاكيوت ون يمنع وعدك الزفر لوكات تما يرى هنا مراحبة انا قاعدك بقى الابراترول وانفلوتكازون احنا هدا تذكرون حتناها من قاعد نقرأ بالمصدر قلنا انه الفلاتيكا زون اللي هو يستعمل على موض يقلل لي فريقونسي ما سيفير اتاك اوكي فالجواب هنا الثاني اللي هو سي نقطة الثالثة يقولنا هنا انا فاد واحد اثمانية وستين يارز اولد مان شخص عمره اثمانية وستين عنده سي او بي دي وعنده مدريت ايروي اوبستركشن زين انسداد مدريت يعتبر despite using salmetrol twice daily يعني استعمل salmetrol مرتين باليوم he reports continued symptoms of shortness of breath يعني هو مو قاعد استعمل salmetrol بالاضافة فوق هذا هو عدة shortness of breath عنده يعني التنفس مالته قصير وعنده mild exertion يعني زفير مالته همي بمشكلة which agent is appropriate addition to his current therapy يعني احنا بالاضافة salmetrol شن الدول الثانية نضيفه لسال مترول على مود راح يفيدنا عندنا كورتيكوسيرويد لو البتيرول لو توتروبيوم لو توتروبيوم لو تتذكرون بالجدول اللي اخذنا هنانا قلنا راح نحط لابا زائدا زائدا لاما اوكي اذا تذكرون هذا الجدول ما COPD منو هنا عدنا اللاما اللي هو التيو تيروبيوم اللي هو النقطة C زين السؤال الرابع زين يقولنا ثماني يعني عمرها ثمانية وخمسين سنة عدها COPD زين راح ادلمسج في ثلاث مرات بالسنة الماضية بسبب مضاعفات بالCOPD قالت هي شي ريبورت يعني انو هي قالت انو فقط اعراض بسيطة بتوين اجزازربيشنز انو قالت انو اكو اعراض بسيطة فقط ما بين المضاعفات قاعدة سير عليها يعني ما بين كل مضاعفة سير يعني هي مو راح تتف مرات يعني بين فترة وفترة قاعدة سير عليها اعراض بسيطة بين هاي الفترات زين هالرجيمين فور باس يير هاي انكلود يعني شنو الادوية كانت تستعملها هي بالعامل الماضي شنو تستعمل مرتين باليوم تستعمل اونبيل مرة باليوم الاف إي في وان مالتها أقل من ستين بالمئة اوكي الاف إي في trasمالتها أقل من ستين بالمئة وكي الشي transformer شنو الداء المفتوض النغيرة هنا يعني اي يقول لنا انو نوقف نواتيوتربيا بيع يقول لنا نوقف سامترول السي يمكن أن نغيير السالمترول إلى الـ Combination Product الذي يضمن أن كل من اللابة وإنهال كورتيكوسيرويد على سبيل المثال السالمترول في الاتيكالسون DPI أو عدنا ثيوفيلين طبعا ثيوفيلين قلنا الـ Therapeutic Index ينهي كل شيء من نستعمله هذا مستحيل يعني عدنا أبشينات أحسن عنده التيوتروبيوم أو السالمترول إذا قد تستعمل أدوية اثنين تيوتروبيوم أو السالمترول يعني فوق ما هي تستعمل اثنين ما فادوها فإذا نقطع واحد منهم أكيد ما رح يفيدني يعني إذا قطعت تيوتروبيوم بقي السالمترول ما رح يفيدني وإذا قطعت السالمترول بقي تيوتروبيوم همين ما رح يفيدني فهنا النقطة هي الصحيحة يقع يقولنا أنه نغير السالمترول إلى Combination Product يعني السالمترول نسوي combination product يضمن أنه اللابة نحطوها إنيهال كورتيكوسيرويد على سبيل الثامن هو السالمترول فلاتيكازون دي بي آي مزيان يعني نسوينا فد Combination رح يصير سالمترول فلاتيكازون دي بي آي مزيان وهي اللابة يعني رح يصير عندنا لاما لاما لابة مزيان وإي سي اس اللي هون ها كورتيكوسيرويد مثلا عندنا فلاتيكازون يعني جواب هنا نسي النقطة الخامسة يقولنا رجال عمر ثنين و ثلاثين سنة عنده هشتري يعني كان مدمن أوبيويد مخدرات مزيان عده قحة بسبب أنه عنده بسبب أنه عنده انفكشن فيرال بالرسپاراتر داكت مخدرات 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 فهنا نشراح نستعملنا اللي قوال فنسين ديكستروميثورفان لو كوداين لو منتي لوكاست لو بنزونتات ما نحتاجه من استعمله يبقان هذالي ثلاثة اللي ممكن نستعملهم ما انه هوا اصلا عنده أبيويد أدكشن و هاذا أبيويد أدكشن هو اصلا عنده قحة بسبب فيرال أبراسفارد اندكشن فهنا رح نستعملنا ببنزونتات اللي هوا رح يسمونه لوكاو أنستيجية اللي هوا النقطة الخامسة هي النقطة سي السبب هسا هنا رح نقرأ ينقلنا بزولة سبريز اذا كف رفلكس ثرو برايفر و اكشن و هاز نو ابيوز شوفوا هاي النفس ما قلتلكم انه هو شخص مدمن ما انه هو شخص مدمن احنا من ننطي أدوية من إدمان طبعا قلتلكم انه هو ديكستروميثورفان ما اعتبره من أدوية من أدوان بلبن كود فميصر نستعمل الدكستروميثورفان والكوداين هو من يعتبر إدمان فميصر نطيه والمونتي لوكاس أصلا ما يعتبر انتتوسف فهو النقطة سي اكيد هي الجواب الصحيح زيان نقطة السادسة يقولنا بسبب الانتي انفلماتري ميكانزم اوف اكشن يقولنا اي دواء وهو دراج؟ ركوائي ريجلر ادمانسريشن فورذي تريت منتوف اف اسما يعني هو ان اكفدوى يعتبر انتي انفلماتري فلازم نطيه ريجلر ادمانسريشن من هو عدك تيوتروبيوم سالمترول ما بيتازون البيوترول من هو طبعا من هو الانتي انفلماتري جماعة الكورتيكوسيرويد أحد من عندهم زيان التيوتروبيوم هذي يعتبر كولينيارجيك انتاوينيست السالمترول ادرينيارجيك اقونيست اللي هو بيتا اقونيست ها نقطة C الموميتاسون اللي هو واحد انه بهدول نقطة C يعتبر كورتيكوستيرويد نقطة السابعة ويوجد انفلماتريك اقونيستاميل انفلماتريك 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 نقطة دورامين فينلفرين ستريزين اولا نستبعد الفنلفرين هذا يعتبر انتهيستامين هذا يعتبر ادرينرجيك اغونيست فما يفيدنا لابد يبقى لذول هاثين و هذا الواحد انا قلت لكم وقلت لكم و يفيدنا السيكنجنرائشن الفير جنريشن هذا يؤذينا وليس كل شي يفيدنا اسلا ففقط السيكنجنرائشن يستعمل الارجوكروناتيز من هو السيكنجنرائشن عدنا فقط السيتريزين هذولي يعتبرون فير جنريشن هذا الارمين طبعا فالنقطة دي نقطة ثامنة which medication inhibit the action of lipoxygenase بس يقول لك بس يقول لك بسرعة بدون لا أكمل لأنه هو يشتغل عن 5 lux inhibitor من هو عدك بس دوا واحد يشتغل عن 5 lux اللي هو زليطون زيان نقطة تاسعة what's the statement describe appropriate inhaler technique for a dry powder inhaler شنو هي النقطة نحتاجها نعرفه بالdry powder inhaler بلنا انهال slowly and deeply just before and through throughout actuation of the inhaler زين use a large volume chamber spacer to decrease the position of the drug in the mouth caused by improper inhaler technique انهال quickly and deeply to optimize the drug delivery to the lungs rinse mouth and switch and spit method with water period to inhaler use to decrease the chance of adverse events انا طبعا بالdry powder inhaler احسن طريقة الابروبريت نستعملها الابروبريت انهايلر techniques انه هنان نقول له نقطة C انه اقول له بالجهاز هذا حاول تأخلك النفس بسرعة وبعمق زيان عمود يتوصله للرأت عفوا للرأتان نقطة C فقعد يقولن انه سي سبب ماتها انها required for effective use of the DPI اما يقولن اذا كان تنسيقل ديبلي بسرعة بباتها و تنسيقل ديبلي اما تنسيقل ديبلي انا 10 milimeter dose inhaler جان و مو للدري powder inhaler جان راستيقل انه سيكون بخير اذا كان مريضا لانهيب اذا كان مريضا لانهيب انهيب اذا كانت مريضا لانهيب انهيب انهيب انا انت تريد اصلا تغسل الفم معالتك فارت تستعمل اذا انت استنشاقت plaisir سابقًا سابقًا ذاتق مالذي كتغوري الالرجيك رينايتس ميديكيشن يستخدم رينايتس ميديكامنتوسا اللي هو ريبون نيزل دي كونجيشن ويستخدم ميديكيشن اكيد الانواع اللي سوينا دي كونجيشن هم يسوينا كونجيشن مارلوق اللي هو الانترا نيزل دي كونجيشن نقطة بي وهنا احنا خلصنا اتمنى استفاديتوا من هاي المحاضرة طبعا كل شو هاي طولت طبعا هذا شعار القناة سامراي كل شو اعتذر انه طولت بس حولت قدر الامكان انه افيدكم بالصيدلية قبل لا افيدكم بالجامعة لان الريسباراتر سيستم من اهم المواد اللي تكون تعرفها بالصيدلية سواء كانت الاجهزة شون تستعمل او سواء الادوية اللي هي انت المن تستعملها وش المن تبطيها فانشالله انه استفاديتوا واتمنى انه للكم النجاح سواء كان بالجامعة او بالصيدلية والنجاح يكون جدا عادي طريقة من انهم فهمتوا المحاضرة واذاعدكم اي سؤال فرجاء يعني كتبولي بالتعليقات اذاعدكم اي سؤال بخصوص هالمحاضرة ويلا مع السلامة